موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز ومقال روجر بويز بعنوان كيف يمكن لسوريا أن تسحب قوى العالم إلى صراع أوسع وقال كاتب المقال إن الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ بدون سابق إمذار مع دخول دولة تلو الأخرى لحماية حلفائها وأشار كاتب المقال إلى أن شمال سوريا دخل في هذه المرحلة مضيفا أن معركة حلب سوف تحدد مصير بشار الأسد وأوضح أنه لهذا السبب فإن ممر عزاز له أهمية عالمية لأن هذا الممر يمثل شريان حياة لنقل المعدات والمؤن من تركيا إلى شرق حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا وأورد الكاتب أربع بؤرين توتر تدفع باتجاه الحرب أولها مضايقة تركيا السعيدة فأنقر على علم بأن سياستها في الشرق الأوسط بدأت تتلاشى لذا فهي تأمل أن يصبح ممر عزاز قاعدة للأتراك الذين يساندون عناصر المعارضة في حلب وذلك عندما يضعف تنظيم الدولة الدولة الإسلامية جراء الضربات الجوية الغربية وأشار بويز إلى أنه في حال سقوط ممر عزاز في أيدي الأكراد فإنهم سيصبحون في موقف قوي وباستطاعتهم إنشاء دولة معادية على الحدود التركية ومن أجل منع حدوث ذلك فإن الأتراك قد يرسلون جنودا للقتال على أرض المعركة والمجازفة بحدوث صدام بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا ويتساءل كاتب المقال إن كان جنود الناتو سيرسلون إلى أرض المعركة لمساندة تركيا ويجيب بأن ذلك مستبعد إلا في حال قامت طائرة روسيا باختراق الأجواء التركية وفي هذا الوضع فإن تركيا باستطاعتها المطالبة بدفاع جماعي وهنا نكون على حافة نشوب حرب كبرى ثانيا سعي روسيا إلى عزل تركيا إذ قامت موسكو بتزويد خمسة ألاف مقاتل كردي بالأسلحة كما أنها تساندهم بتوجيه ضربات جوية ضد الشاحنات التي تنقل المؤنى والمعدات للمعارضة من تركيا إلى سوريا ويرى كاتب المقال إنه في حال إغلاق ممر عزاز فإن روسيا ستساعد قوات الأسد على إغلاق نقاط العبور على الحدود التركية يتبع ذلك عملية تطهير عرقي من قبل روسيا ثالثا مقامرة بوتين التي تتمثل بجر تركيا إلى عملية عسكرية ضد إكراد سوريا الأمر الذي سيدفعهم إلى الانضمام إلى الحليف الروسي الذي يدعم الأسد رابعا السعودية في مواجهة إيران إذ يقول الكاتب إن الورقة القوية التي تمتلكها السعودية هي قاعدة أنجرليك في تركيا موسيقى ونقرأ في صحيفة الجارديان مقالة لمارتين شولف بعنوان تركيا وروسيا قد تدفعان إلى مرحلة حاسمة وقال كاتب المقال إنه في وسط الفوضى التي تضرب شمال سوريا ظهرت العديد من الحقائق خلال الأشهر القليلة الماضية هذه الحقائق تتمثل أولا بأن تنظيم الدولة الإسلامية لم يتأذى من الضربة الجوية الروسية والعملية التي تشجنها الكوات الموالية لنظام السوري وثانيا التطورات التي ترأت على الأكراد الذين ينظر إليهم باعتبارهم أكثر أطراف النزاع تهميشا إذ يرى الكاتب بأنهم استطاعوا خلق حقائق جديدة على الأرض وأشار كاتب المقال إلى أن استهداف الأتراك لمواقع حزب العمال الكردستاني خلال الأيام الثلاثة الماضية يشير إلى أن الأسوأ قادم وختم كاتب المقال بالقول إن جميع الأطراف تشعر بقرع تبول الحرب وبدخولها في مرحلة حاسمة لأن جميع الأسباب تم تحقيقها كما أن الرغبة بمواجهة الأعداء لم تكن أبدا أكبر وكذلك المخاطر ونطالع في صحيفة حريات التركية مقالا لفاتح جركجي بعنوان اللعبة الكبرى والدولة الكردية حيث أشار فيه الكاتب إلى أنه خلال فترة الحرب الباردة كانت التسمية التي وضعت كمبرر الحروب والاستعمار آنذاك هي تصدير الثورة أما الآن وبعد انتهاء الحرب الباردة وجدت تسمية جديدة للحرب الساخنة في الخليج هي التصدير الديمقراطية وعلى هذا الأساس قتل ألاف الأشخاص في العراق وسلت الدماء تحت مسمى ربيع العربي كما يجري في سوريا حاليا تأليف سيناريو دموي مشابه لذلك في السابق كان أكراد سوريا وتركيا والعرب يعبرون من خلال المعابر الحدودية خلال الأعياد لمعايادة أقاربهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم أما الآن فقد تحولوا إلى بؤساء يعيشون إما في خيام اللجوء أو تحت نيران القصف ولسوء حظ حلب أن شقيقتها التوأم هي غازي عنتاب تحولت حلب إلى بحيرة من الدماء بعد أن كانت في أحد الأزمناد روبا للشعر والموسيقى والحضارة لماذا؟ لأنه يوجد تصدير آخر من قبلهم كما فعل الرسول الإنجليز قبل مئة عام كذلك تفعل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إنهم يريدون قيادة الأتراك الأكراد ضد داعش إحداهما يقال لها قوات البشمرقة وقد أسسوا لها منطقة كردية تناسبها في شبال العراق بينما تعرف الأخرى باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ويؤسسون لها حاليا منطقة ذاتية الحكم في شبال سوريا وهكذا لا مجال للديمقراطية والانتخاب فالأولى منطقة مستقلة ذاتية الحكم والأخرى كانتون ولكن دون انتخاب صالح مسلم يقول فلتأتي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى هنا ولكن لا تأتي تركيا كما جرى في أربيل والقامشلي لا بد أن تقام قاعدة جوية هنا ولهذا السبب هم متمسكون بقاعدة منغة الجوية من أجل الدعم الجوي ويرى الكاتب بأنهم يهدفون إلى إنشاء منطقة كردية مسلحة مرتبطة بهم على امتداد خطوط الطاقة في العراق وسوريا ومن ثم يتلعبون بتلك المنطقات كما يريدون وبالانتقال إلى جريدة الأنباء نقرأ مقالة لواليد جنبلاط بعنوان التاريخ يعيد نفسه من مأساة إلى مأساة أخرى قال فيه جنبلاط بأنه في العام 1938 في ميونيخ سمح لهتلر باحتلال تشيكوسلوفاكيا باسم السلام كما ادعى نيفلت شامبرلاين بعد نحو 80 عاماً يعقد مؤتمر ميونيخ من جديد نيفلت شامبرلاين الجديد هو جون كيري ملاك السلام الذي يمثل باراك أوباما الحائز على جائزة نوبل لا مبالاة ولا قرار جونت شامبرلاين سيلتقي سيرجي نييت أندري جروميكو العصر الحديث ممثلا القيصر الفعلي فلاديمير بوتين التلميذ الممتاز لفكتور أبا كوموف في ميونيخ الجديد حاكم دمشق أودولف الأسد سيسمح له باحتلال حلب باسم السلام المشاركون في المؤتمر بمعظمهم هم الجوكر باستثناء لوران فابيوس الذي بدل قصر جهده ولكنه سيستقيل بفضل عدم تعاطف أوباما مع الشعب السوري في الوقت ذاته أرسل القيصر جيشه وقواته الجوية لمحو المدن والقرى السورية وتحويل القسم الأكبر من حلب إلى أرض مسطحة يعاونه في ذلك الحكام الجدد من الفرس والملالي الذين يتحدرون من سلسلة القرمش الكبير لقد دمرت جحافلهم حمص وحولتها إلى ركام وهم يتحضرون لاختطاف حلب في هذه المأساة التراجدية من المعيب على أكراد السورية أن يقاتلوا إلى جانب من قمعهم بالأمس النظام السوري في مواجهة الشعب السوري يا لها من مفارقة تاريخية إنه باسم السلام يعذب الشعب السوري ويقتل ويهجر في العصر الحالي إنها الإبادة في القرن الحادي والعشرين ونطالع في صحيفة الدستور الأردنية مقالا لياسر الزعاثرة بعنوان التأمر الأمريكي على الشعب السوري حيث رأى فيه الكاتب بأنه لطالما صدعت أدعياء الممانع رؤوسنا بالتأمر الأمريكي الصهيوني على بشار الأسد علما بأن المؤامرة كانت على ثورة الشعب السوري اليوم لم يعد بوسع الأمريكان أن يداهنوا أكثر منذ قبل ومن الذين كانت سياستهم هي ذات السياسة الصهيونية فيما يتعلق بالصراع الذي منحهم الكيميائي السوري ثم النووي الإيراني وما سيتبعه من صفقات أيضا بعد رفع العقوبات مع أملهم القائم بتغيير النعم داخل إيران نفسها هناك صراع سافر بين الغالبية السونية في هذه المنطقة وبين الأقلية التي تمثلها إيران والتي تجدون صرا من بعض الأقليات في المنطقة وبات واضحا أن واشنطن قد اختارت الانحياز للتحالف الإيراني وإن بقيت تفضل كدولة إمبريالية استمرر الصراع بين الطرفين لما يدره من مصالح وصفقات أسلحة على مصانعها واقتصادها في الأسبوع الأخيرة بدى الموقف الأمريكي سافرا في الوقوف إلى جانب الغزو الروسي لسوريا لفروف قال تعليقا على أحاديث التدخل التركي في سوريا لا أظن أن التحالف الذي يقوده الأمريكيون وتنتمي إله تركيا سيسمح بتنفيذ مثل هذه الخطط المتهورة لا يغير ذلك في حقيقة أن الأمريكي لا يريدون نجاحا للروس في سوريا لكن الحقيقة الأهم أنهم لا يريدون أي تهديد جدي للنظام والأرجح أن جزءا من الصفقات مع إيران كانت تقتضي ذلك ويختم الكاتب مقاله بالقول ما ينبغي أن يكون واضحا أن هذا المشرق برمته لن يستقر بأي حال ما دامت الغالبية تشعر بالظلم وبوطأة عدوان الأقلية التي تمثلها إيران وسيدرك الجميع ذلك عاجلا أم آجلا ونختم حلقة اليوم بافتتاحية جريدة حبر بعنوان الحرب سجال رأت فيه الجريدة بأن المكاسب في الحروب لا تقتصر على مقدار المساحة الجغرافية المسيطر عليها من أحد الأطراف بمقابل الآخر فكثيرا ما تكون مساحة صغيرة جدا تتعلق بطرق الإمداد أو المصالح الاستراتيجية أو أماكن تموضع الثروات هي الأشد أهمية بالنسبة لجميع أطراف الصراع حيث يسعى الطرف الذكي للتخلص من المساحات المرهقة للرجال والعتاد ومتطلبات خدمة المدنيين إلى التمركز وحشد القوات في تلك المساحات الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية وخاصة إذا كان هذا الطرف هو الأكثر ضعفا على مستوى التسلح أتعب الجيش الحر خلال خمس سنوات ماضية بحماية مساحات كبيرة والتمركز على امتدادها ليحمي المدنيين بالدرجة الأولى من بطش النظام وإجرامه حيث كان النظام يقتل معظم المدنيين المتواجدين في المناطق التي يسيطر عليها وغفل عن ضرب النظام في مصالحه لاستنزافه في حرب طاولة الأمد تنهيكه تماما بل ركن معظم الجيش الحر والفصائل المقاتلة للرباط على الثغور والدفاع على مكتسبات الثورة بدلا من استمرار الهجوم المركز لإنهاء النظام وليس لتحرير سوريا فإن مصادرات القوى للنظام كفيلة بتحقيق التحرير دون خوض حروب الجيش النظامية التي لا يجدي معها السلاح الخفيف المتوفر عند الثوار ما حدث في الأيام الأخيرة يجب أن لا يكون مفاجئا كما يجب أن لا يكون محبطا فطبيعة الحرب تحتم الفوز والخسر في كل جولة من جولات النزال وإن أي من هذه الجولات لا تعني نهاية المعركة المعركة اليوم مختلفة جدا عن طبيعة المعارك الماضية وتحتاج رؤية مغاررة وخططا جديدة بعيدة عن ردود الأفعال العاطفية السريعة يجب أن يعاد التفكير بآليات أكثر جدوى وأكثر تأثيرا وإلما للعدو وغير تقليدية فالنصر لا يأتي فقط مع الأمنيات وإنما يحتاج لإعداد وخبرة وصبر قد يكون طويلا فالحرب سجال وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى